يا ارمز مصمم على جعل الارمل يقول الحقيقة كوراي الذي نفد صبره مع عدم قدرة يا ارمز الارمل على الانفصال مصمم على اثارة الامور عندما يتم سحق الشاعر تحت وطأة الجريمة التي ارتكبها سيكون من الجيد في الواقع التواصل معه مصير كان سيؤثر على مصيرهم كذلك عدنان يضغط على الارمل بسبب ديونه لاحسان من ناحية اخرى يعاني ستمبر من ضغط كوراي ويذهب الى العيادة لاجراء الاختبار لمعرفة من هو الطفل حقا توصلت يا ارمز التي تتبعها الى استنتاج مفاده ان الطفل قد يكون من نفسها وليس من كوراي بناء على حقيقة ان الارمل خضع الاختبار الفاتح يحبس الشاعر يعتقد اوزان ان كان اختطف جولي دي وبينما كان يكافح مع كان اطلق ارمول النار على كان من مسافة بعيدة يعتقد الشاعر انه اطلق النار على كان بنفسه الشاعر يبحث عن طرق لتعويض اسليم ومع ذلك ليس لدى اسل ارم اي فكرة عن مسامحة الشاعر عدنان الذي اعتقل بسبب حادث يا ارمار يحتاج الى خطة جديدة بينما يعاني يا ارمز من الم ادارة ظهره لعائلته فان سبتمبر وعائلته يعطونه ذرعهم واجمحتهم سبتمبر يقترض من قرش القرب يدفع المال للمستشفى يعيش لديه عملية جراحية العملية ناجحة نتيجة لجهود يا اوشيمز الذي سقط في مطاردة الشخص الذي ضرب يا ارمار تخرج نهاية الحبل الى عدنان تم القبض على عدنان امام عيني يا ارمز يعرب كوراي يحاول الشاعر ان يجعل الكان يتكلم لكن الفاتح يتدخل في الموقف قبل ان يتمكن من الوصول الى اي بيانات عن الفاتح بيرشين يعاني من نزيف اوزان يجبر اسليم على دخول السيارة بالقوة سيفتقدها تقترب يا ارمار من الموت كل دقيقة وتحاول سبتمبر تعويض اموال جراحة والدها من ناحية اخرى يبحث يا اوشيمز عن اثر السيارة الزرقاء التي اصطدمت يا ارمار اوزان يحدد لمعرفة من الذي وضع اللعبة التي تسببت لهم لتفريق مع اسليم تعود ذاكرة جوليدي وتخبر اوزان ان اسليم بريء يجد بيرشين رسالة التي تركها كان على باب اسليم يا ارمار في المستشف يقول الطبيب انه يهدد الحياة هناك حاجة الى ثلاثمائة الف ليرة للعملية يقول سبتمبر انه سوف تجد المال يذهب يا ارمز الى موقع الحادث ويجد الطفل يا ارمار الذي اشتراه الايل ارمل ويعطيه الايل ارمل عندما علم ان والده قد غفر له يجد سبتمبر السلام وان كان مؤقع بينما ينتظر بيرشين بفارغ الصبر الغاء زفافه مع اوزان يطارد اوزان ملاحظة غير متوقع هل سيفوز يا ارمار بالقتال من اجل الحياة بعد الحادث الذي تعرض له سوف كوراي الذي تركه في منتصف الشارع تحقيق هدفه بعد ان خسر عدنان القضية قرر ان يقتل يسار الذي لديه ضغينة ضده يعين كوراي لهذا الغرض حتى لو لم يرغب كوراي في ذلك فعليه ان يفعل ما يقوله عدنان يضرب يسار بسيارة كان يترك ملاحظة مجهولة على باب سليم يجد الشاعر هذه المذكرة تفيد بان الكان اسف جدا اسل اتم بريد لكنه لا يستطيع معرفة من تركها بيرشين مستعد للزواج تشعر جوليدي ان هناك شيئا غريبا في حقيقة ان بيرشين واوزان يتزوجان اوزان الذي اهتزته اخبار حمل بيرشين غير مدرك انه يتم اعداد حفلة في منزلهم بينما يغمر انتصار يا ارمار على عدنان الجميع بفرح تصل الرسالة اخيرا الى مالتها الحقيقي الفاتح على وشك ان يقرر انه بحاجة للتخلص من الكام الذي كان يختبئ منذ ايام يخبر كوراي الارمل ان الطفل هو طفله يبدأ الشك في الانخفاض في سبتمبر بفضل دعم يا ارمار يا ارمز فاز في القضية ضد عدنان يتعلم ان سبتمبر يأوم الساعد يكشف بيرشين لوالده ووالدته انه حامل محاصرا في زاوية يقبل اوزاني انه يجب عليه الزواج من بيرشين في هذا الوقت في الواقع هو مهتم بجوليدي تعلم ان طفل الارمل من يا ارمز رازي يضع خطة جديدة جوليدي تلاحق ما تتذكره قطعة قطعة يبدأ بيرشين في تنفيذ خطته واحدة تلو الاخرى من اجل اقناع اوزان بحملها في الواقع بدأت العمل كجليسة اطفال جوليدي جوليدي تحبه كثيرا تحاول بيرشين ان تظهر لاوزان انها حامل لكن اوزان التي وجدت اختبار الحمل تعتقد انه اختبار اسليم وتعتقد ان اسليم حامل رازية بينما كانت ستشرح الوالدين الحقيقيين الارمل ويا ارمز في العشاء حيث دعت الجميع علمت ان الارمل حملت من يا ارمز قررت انها يجب ان تجهض الطفل يا ارمار يلكم عبنان يغضب جدا من الارمل بسبب ذهابه الى ذلك العشاء في الواقع بعد ترك وظيفته في المدرسة يتخذ خطواته الاولى لبدء حياة جديدة مع والدته من ناحية اخرى تحاول اوزان اعادة ذكر دوليدي بينما تبحث عن شخص ما لرعاية والدتها سبتمبر يكتب رسالة الى ترك لطفلها الذي لم يولد بعد تعتقد رازية ان الوقت قد حان للكشف عن السر العظيم الذي تحمله يختطف هاك نيرمين ويتركها تموت في منزل منعزل سبتمبر ينقذ ويأخذه الى المستشفى تطلب منها نيرمين ان لا تخبر احدا عن هذا الموقف تفتح جوليد عينيها وتخبر جيفت ان اسلأت من بريد يريد ان يرى الشعر اثناء محاولته احضار هدية اوزان واسليم الى المنزل عاد فاتح الذي اكتشف ان جوليدي قد استيقظت الى المنزل وخنق جوليدي بوسادة لكن جوليدي لا يموت يعود الى الحياة بتدخل اسليم عندما جاء اختفت ذاكرته وقدراته العقلية الى حد كبير في الواقع يذهب الى منزل اوزان لجمع متعلقاته من اجل الانفصال تماما عن اوزان اوزان من ناحية اخرى في مشكلة مع جوليدي لا يمكنه الانتظار لاحضارها الى المنزل بينما يحترق نيرمين بألم اليدن يلاحظ يغيز التغيير فيه زيارة سبتمبر للاصدقاء ستجعلها تشهد حدثا غير متوقع لقد احببتك مرة واحدة انتهى فيديو المعلومات الخاص بنا هنا لا تنسوا الاشتراك في قناتي وتشغيل الاشعارات